مباشرة تنقل إلى عين مكان تحت إشراف قائد المجموعة ومباشرة تحقيق بالتنسيق مع السلطات القضاية بعد تنشيط عنصر استعلامات واستغلال الخبر العلمية والاستعانة بخارقة الكشفات الهاتفية تم حصرنا القام الهاتفية المشتبه بها بالاستعانة بأفراد المفرز الخاصة للتدخل للدرك الوطني بمعالمة تم توقيف المطورة الأول الذي أفادنا بعد مواجهته بالدرك الهلمية بأسماء بعض الشركائي بعد التتبع التقني وجمع المعلومات تم التنقل إلى مدينة وهران وتوقيف ثلاث مطورتين آخرين مع استرجاع مبالغ مالية مسروقة بالعمل الوطنية والعمل الأجنبية والمعدة سلفا لمغادر التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر بالإضافة إلى استرجاع سلاح صيد مسروقة بعد استغلال الموقوفين تم توقيف الشريك الآخر للعصابة بالمدينة وهران وقام بإخفاء المبالغ المالية وبظهور دل العلمية جديدة ومقارنتها بالصريحات الموقوفين تم الوصول إلى توقيف شخصين آخرين قام باستلام مبلغ مالي مسروقة وشراء سيارة فاخرة نوع بلسات وحجز سلاح حربي العملية أصفرت عن توقيف ثمانية أشخاص حجز سيارة فاخرة من عائدات المسلوقات بقيمة 720 مليون سنطين استرجاع 484 مليون سنطين عملة وطنية وأجنبية بالإضافة إلى هوادف نقالة وأسلحة بيضاء استرجاع سلاح سيد مسلوق منذ 6 أشهر حل القضايا عارقة كسرقة مركز بريد منذ 5 أشهر سرقة منزل اعتداء مسلح وسرقة محل تجاري تفكيك شبكة وطنية لتنظيم الهجرة غير شرعية